دربة حرة تتلعب القرى عالية ودربة الرأس الله 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 هي الأول أهلاوي أنجولي خالص رأسك هي المدمرة بلافيو يا سلام على الأنجولية الأهلاوية هي المدمرة صباح وفر الله على كل حبيبنا الأهلاوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة هيكون مهم جدا وتحدي جديد في اسكندرية قدام واحد من كبار الكرة المصرية النادي الإسماعيلي الماتش النهاردة هيكون الساعة التسعة بالليل وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن أيمان شاوي ونجمنا الساعة السابعة على قناة الأهلي يلا بينا صعوبة وأهمية ماتش النهاردة النهائية جاية ان احنا بنحاول نحافظ على صدارة ترتيب الدوري لحد النهاية احنا بنحافظ على مركزنا وبنلعب على هذا وده اللي مخلي ماتش النهاردة صعب جدا وكمان قدام منافس قوي هو النادي الإسماعيلي على الرغم من انه بيحتل المركز الحداشر في ترتيب الدوري برسيد 33 نقطة لكن احنا بالنسبة لنا المهم ان احنا نحافظ على الصدارة النهاردة أول ماتش في الست ماتشات الأخيرة في مسابقة الدوري اللي احنا بنلعبها كمباريات كقوس عشان نحافظ على الصدارة ونطوق باللقب التلاتة واربعين في تاريخنا ان شاء الله بالحافظ 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 المسم ده فيه حاجات كتيرة قوي جديدة منها ان المنافسة مكملة لحد الأسابيع الأخيرة في مسابقة الدوري احنا دايما كنا متعودين بنحسم الدوري بدري بدري كده وقبل ما يخلص بكم اسبوع لكن السنة دي احنا مكملين للنهاية في المنافسة ومستمتعين بدا الحقيقة وبنتمنى ان شاء الله في الآخر الدوري يكون من نصبنا كالعادة يعني فترة الاستعداد لماتش النهاردة كان فيها حاجات كتير قوي اهمها جلسات التحفيز من بيتسو موسيماني مع اللعيبة واتكلم في الفترة اللي فاتت كتير وقبل كل تمرين في اليومين اللي فاتوا دول كان بيتكلم على ان المجموعة دي قدامها فرصة عظيمة جدا انها تصنع تاريخ في النادي وتسيب علامة في المكان الكبير ده وان الست الماتشاطي الجايين لازم يأكدوا انهم قد المسئولية الكبيرة دي ويكسبوها كلها عشان نحقق لقب الدوري وكمان نحقق السلسية ان شاء الله للموسم الثاني على التوالي وكمان كريم ندفد احتفل بعيد ميلاده وسط زميله اللي بيحبوه وعبروا عن حبهم ده الحقيقة في التمرين اول ما شافوه وتعملوا كده يعني احتفالية خاصة جدا مسماني كمان حط برنامج خاص لتجهيز محمود متولي مدفعنا اللي راجع من فترة اصابة طويلة وابتدى يخش تدريجيا كده في التدريبات والمباريات عشان تحسبا لطول مدة غياب بدر بنون مدفعنا المغربي اللي بيعاني من فيروس كورونا وبندعيله ان شاء الله ربنا يقوم بالسلامة ويرجع لنا قريب جدا وعايز اقول لكم ان بدر بنون عمل المسحتين طلعوا ايجابيين وان شاء الله قريب جدا يرجع لنا بالسلامة ونتمنى يقوم ويرجع لفرقتنا مسماني كمان جالوا دعم اضافي بعد ما بقى اكرم توفيق نجمنا جاهز للمشاركة بعد الراحة اللي حصل عليها من بعد المشاركة في الاولمبيات اللي كان واحد من نجوم منتخبنا في توكيو هو محمد الشناوي اللي تم اختياره افضل حارس مرمى في البطولة ما شاء الله عليه يعني قائد بتاعنا بيقدي مباريات كبيرة جدا حتى في توكيو وان شاء الله في كاس العالم للاندية في اليابان يعمل نفس الاداء اللي اداها هناك ويرفع راسنا وان شاء الله انحقق ميدالية افضل من البرونزية اللي حققناها السنة اللي فاتت في قطر وليد سليمان كمان بدأ يشارك في تدريبات الكورة بعد ما اكمل برنامج التأهيل اللي كان بيقديه بعد الاصابة اللي بعدته من فترة طويلة واصبح قريب جدا جدا من العودة القايمة الاهلي ان شاء الله وقبل ما نختم بقى بانفكركم بسؤال حلقة النهاردة طبعا السؤال دوت جاوب عليه وانحنا في اخر الموسم ان شاء الله هنختار الفايزين اللي جاوبوا على كل الاسئلة اللي بنسألها في برنامجنا وهيكون ليهم هدية خاصة جدا من برنامج يالله يا اهلي لعيب النهاردة هو واحد مما وليد القاهرة وبدأ مسيرته من دور المظليم لحد ما وصل لمنصة التتويج بالدوري لسبع مرات مع النادي الاهلي العيب ده لعب مع سيد عبد الحفيز واحمد بلال وهدي خشبة وتريزيجيه ومصطفى شبيطة وكمان بيعشاء التسجيل قدام الاسماعيلي وسجل سبع اهداف في شباكهم بقاميس الاهلي اخرها في مباراة حسمناها واحد سفر مستنينكم تجاوبوا على سؤال الحلقة ومستنينكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي قبل مباراة مهمة جديدة في طريق التتويج بالدوري رقم تلاتة واربعين ان شاء الله مطش يوم السبت قدام انبي هنا في القاهرة ويالله يا اهلي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة